اهلا بحضراتكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تعمير رجعنا نكمل مع حضراتكم بعد اجازة طويلة كل سنة وحضراتكم طيبين اول نقطة انا احب اتكلم فيها النهاردة ان خلال شهر رمضان شفنا كلنا زهور لافت لاعلانات العقارات في شهر رمضان وده معناه ان السوق العقاري في مصر بخير وكل يوم فيه مشروعات جديدة واستثمارات كبيرة جدا بتتعمل خلينا نعرف اكتر ليه حالة التفاقل اللي موجودة في الكطاع العقاري وازاي السوق العقاري هيتطور الفترة اللي جاية كمان معينا على التليفون المهندس علاء فكري نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال اعمال مساء الخير يا فندم كل سنة وحضرتك طيب يعني زي ما حضرتك سمعتنا ظهور كبير لشركات العقارات في شهر رمضان ومشروعات جديدة كمان بتترح حضرتك شايف ازاي السوق العقاري الربع الثاني والثالث من عشرين اربعة وعشرين يعني انا مش مستغرب الظهور الكبير ودي نتيجة طبيعية لحالة النشاط والرواج الكبير اللي كان فيها السوق العقاري في اخر شهور او ثمان شهور كان فيه تزاح ومتدافع للشراء في معظم الشركات صحية فالفترة كان فيها يعني رغبة جديدة عند المواطنين انهم ما يستثمروا سواء فعقار للاستثمار والشراء اه قنوات اخرى للاستثمار بس كان فيها حجم الطلب كبير جدا يعني يعني حضرتك ده دفع اه تفضل ده دفع الشركات ان هي يعني تزاود مصروفها في الدعاية والاعلانات والتوازد خلال فترة رمضان وكان فيه حالة من التفاؤل عند الشركات العقارية وما زالت الحالة موجودة يعني حضرتك شايف ان الطلب الكبير من المواطنين او العمل على شراء العقارات هو اللي يعني ساعد المطورين او خلال المطورين ينزلوا بمشروعات تانية جديدة اه طبعا ده حقيقة فعلا فيه طلب حقيقي وفيه تزاحم وفيه شراء في خلال الشهور الاخيرة بشكل جدير يمكن الدنيا هيدت شوية بعد تعويم الدولار واستقرار فعل الصرف ولكن ده ما يمنعش ان ما زال الشوء العقاري المصري يعني يتمتع بجاذبية كبيرة هو رغبة عند المواطن المصري قبل اي حد يعني ان هو يشتري وان هو يمتلك العقار حابة ارجع مع حضرتك برضو واسألك على يعني الربع الاول من عشرين اربعة وعشرين يعني من وجهة نظر حضرتك كان عامل ازاي في الكطاع العقاري وهو الربع الاول هو يعني نهاية الفترة اللي احنا بنتكلم فيها يناير وفبراير وحالة التزاحم والطلب الكبير ولكن متوقع ان الربع التاني والتالت يكون افضل الربع التاني هقول الدنيا اهدا من الربع الاول شوية لان بعد استقرار سعر الصرف بدأ هو حصل حاجتين استقرار سعر الصرف وارتفاع فأسعر الفوايد في البنوك فدي بقت تمثل نوع من الجاذبية وليها سحر خاص عند محب الشهادات والاستثمار مع البنك فبيحس نفسه يعني سهولة الحصول على السيولة واحساس بالامان ففيه ناس بمشؤولية لا راحت للبنوك ولكن زي ما قلت لحضرتك هو الاستثمار العقاري بيثبت في الازمات خصوصا انه هو الملاز الامن اللي بيحافظ على ايمة الفلوس الناس بتتداخل فيه اه بس ايمة فلوسك هي يعني كلمة السرج مش انا فلوسي كام لا ايمتها كام صحيح فيعني الحمد لله ده مشجع الناس حتى لو يعني فيه ملاحظات ان الاسعار افتفعت شوية بس في الاخر انا محافظ على ايمة العقار بتاعي اسعار العقارات هتزيد الفترة الجاية ولا ما فيش صورة واضحة توقعاتي ان احنا 24 في حالة ثبات للاسعار ثبات لفترة قادرة اه لان فيه برضو يعني بعض العملة بتسأل طب الدولار قل طب العقار مش هيقل طب الحديد قل العصر مش هيقل والحقيقة احنا دايما فيه اه عناصر او مدخلات انتاج حاجات بتقل وحاجات بتزيد فمن ضمن مدخلات الانتاج دي النهاردة كل العناصر مستوردة اه سعر الدولار قل ولكن اه جميع بقى عناصر التكلفة الاخرى من اولون لجمرك لضريبة قيمة مضافة لأسعار الطاقة وهكذا كل ده غلي اه ارتفع فأصر اه اسعار فوائد بنكية النهاردة جميع الشركات اللي عندها تسهيل بنكي او حتى بتبيع على اه وده معظم شركات بديع فترات اه سادات طويلة فمعنى كده ان السعر محمل بفوائد بنكية فسعر الفايدة لما ارتفع ضغط على الاسعار تاني برضه فالي توفر من هنا راح هنا واصبح السبات يعني نادر نقول ان الفترة القادمة هيكون فيه سبات في اسعار العقارات توقعات كيف ولكن مش هيكون فيه زيادة توقعات كيف هذا ما اتوقعه يعني خلال 24 المهندس علاء فكري نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الاعمال انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فانت